موسيقى السلام عليكم كتابنا الثالث في هذه السلسلة كتب عظيم من حضارتنا هو كتاب المنقذ من الضلال والمفصح بالأحوال للإمام أبي حامد الغزالي أبي حامد الغزالي طبعا لا يعرف هذا عالم علامة حجة الإسلام هكذا كان يدعى ولد في 1058 ميلادية في أواخر القرن الخامس الهجري ويقال أنه ولد في مدينة تسمى غزالة قرب طوس وهي في إيران ولذلك يسمى الغزالي ويقال أيضا أن أباه كان يعمل في تجارة الغزل وبالتالي يجب أن ينطقى الغزالي ليس مهما هذا توفي في سنة 1111 تاريخ لا ينسى أبو حامد الغزالي هو عالم دين في الأساس ولكنه عندما ولج في الفلسفة وأراد أن يناقش الفلاسفة وينتقدهم وصل إلى مستويات عالية جدا من الفلسفة ولذلك يعتبر كثيرا أنه فيلسوف هو بقدراته وبعطاءته وبما قدم من أفكار وإن كانت في معظمها أفكار مناهضة للفلسفة على الأقل فلسفة ذلك الوقت كان عالم الدين وأكثر ربما عمل اشتهر به هو إحياء علوم الدين وهي موسوعة تكون موسوعة دينية تبدأ بالعبادات وتنتهي بأعلى الأخلاق وبالسلوك المسلم إلى آخره ولكن بين المفكرين وفي الغرب خاصة وحتى في العالم العربي كثيرا عرف بالكتب التي تناول فيها الفلسفة وهي ثلاثة كتب الكتاب الأول مقاصد الفلاسفة وهو الكتاب الذي قال أنا بأمانة يجب أن أعرض عليكم أفكار الفلاسفة قبل أن أشرع في انتقادهم وبلامه بعض الناس وقالوا لقد روجت لأفكارهم وأنت تريد أن تنتقدهم لا علينا كتاب مقاصد الفلاسفة ثم جاء إلى الكتاب الذي هو أشهر بالنسبة للغزالي وهو كتاب تهافت الفلاسفة الذي ناقش فيه أفكار الفلاسفة خاصة ابن سينة وإلى حد ما الفرابي الفلسفة التي كانت منتشرة في ذلك الوقت بل عاد هو في دراسته للفلسفة إلى سقراط وأريستو وأفلاطون كل الفلاسفة الكبار من العهد اليوناني إلى العهد الإسلامي ثم الكتاب الثالث الذي أنا أعرضه عليكم اليوم وهو هذا الكتاب الصغير هذا المنقذ من الضلال كما هو معروف هو الذي لخص فيه في آخر حياته كل أفكار الفلسفية الدينية الكلامية يمكن أن نقول الصوفية بل سيقول لنا في الأخير أن العلم اليقين أن الحق والحقيقة والحقائق لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق التصوف هذا الكتاب هو يبدأ من البداية ويقول هذا الكتاب أنا وضعته لأن شخصا لا ندري هل هو شخص حقيقي أم تصوره هكذا سأله فقال له أريدك أن تقدم لنا غاية العلوم وأسرارها وغائلة المذاهب وأغوارها غائلة يعني الأخطار المصائب التي يمكن أن تكون في بعض المذاهب وبعض الفرق وبعض الطروحات فقال في المقدمة في الصفحات الأولى يقول غزالي فأحكي لك ما قاسيته في استخلاص الحق من بين اضطراب الفرق ثم كيف وصل إلى اليقين ويقول وصلت إلى اليقين عندما علمت أن كل علم لا أمان معه فليس بعلم يقيني وبذلك يبدأ ويقول هل هذه العلوم التي تأتي من الفلسفة خاصة وخاصة لها الجزء الأكبر من هذا الكتاب وكتاب تهافت فلاسفة هل هذه العلوم يمكن الوثوق بها أم لا هذه مشكلته الأساسية قسم الطلبة الحق أو الطلاب أو التوجهات أو المناهج إلى أربعة فرق قال هم إما المتكلمون الذين يعتمدون علم الكلام سأتي إليه باختصار بعض لحظة والتعليميون والفلاسفة والصوفية هؤلاء الأربعة فيأتي ويبدأ يعني يفصل لنا كل واحد في صفحة صفحتين بضعة صفحات كل ما أحتاج إلى ذلك فيقول مثلا علم الكلام علم الكلام طبعا هو علم العقيدة هو علم تقديم الحجج يعني لتوضيح مثلا صفات الله مثلا وجود الجنة والنار الحساب إلى آخره هذا علم العقيدة الذي يعتبر عادة علم تبريري علم دفاعي كيف نقدم حججا للدفاع إذا سألك شخص لماذا تعتقد أن هناك جنة ونار فتقول له كذا وكذا علم الكلام هو الذي يقدم لك كل هذه الحجج وهذه الأفكار فيقول الغزالي عن علم الكلام يقول هو علم وافي بمقصوده يعني بأهدافه هو غير وافي بمقصوده قال أنا لا يجزيني هذا لأنه غير يقيني لأنه حجج طيب ثم يأتي إلى التعليميين من هم التعليميون هم كل الفراق التي تعتمد على الشيخ على الإمام وتقول للناس يجب عليك أن تتبع شيخا ما إماما ما وأنت ما عليك إلا التقليد وطبعا الغزالي يقول هذا يعني هذه سداجة وهذه أفكار لا يمكن الوثوق بها ولا يمكن لي أن أعتمدان هذا الطرح بل كثير من هذه الطرحات يبدأ ينتقد أن يقول هي باطنية وهي تأتي بأفكار ما أنزل الله بها من سلطاني الأخيري الأخيري فهذه التعليمية أيضا يرميها على جنبك هذا يقول هذه لا منفع فيها بل هي يعني لا نثق فيها هكذا لأنه أنت ما عليك إلا أن تتبع الشيخ وما أدراني أن الشيخ على حق يقولهم يقولون كثير من يقولون الشيخ هذا أو الإمام هو معصوم لكن هذه العصمة متى تكون العصمة لهؤلاء الشيوخ وهؤلاء الأئمة المهم ثم يأتي للفلاسفة هؤلاء يخصص لهم جزء الأكبر كما قلت يقول الفلاسفة يقسمون إلى الدهريين والطبيعيين الذين يقول اليوم أنهم الماديون الذين يعتقدون أن العالم والوجود كله مادة ولا وجود لأشياء فوق مادية يعني آلهة أو إله أو جنة ونار أو حساب أو أرواح إلى آخرين يقول وهؤلاء زنادقة هؤلاء زنادقة لا نلتفت إليهم من يقولون بعدم وجود إله وأن العالم هو مادة وهذا ما لا نتحدث معهم لا ننظر إليهم أصلا يقول لكن هناك جزء آخر من الفلاسفة ومنهم كل الفلاسفة الكبار اليونانيون والفلاسفة المسلمون كلهم كانوا إلهيين كلهم كانوا مؤمنون كانوا مؤمنين بوجود إله ولكن يعني يختلفون في ما هي صفات هذا الإله وماذا نؤمن وبماذا لا نؤمن فيقول نأتي الآن وننظر ونفصل فيهم قليلا نقسم علومهم يجب أن نتذكر أن العلوم في ذلك الوقت كانت كلها تحت مظلة الفلسفة فيقول مثلا أقسام العلم هي عند الفلاسفة أو في الفلسفة العلوم هذه هي رياضية ومنطقية يعني الرياضيات والمنطق ويقول هذه لا علاقة لها بالدين يعني الرياضيات والمنطق لا تخص الدين فلا ترد بالضرورة يقول هذه ما عندنا مشكلة معها طبعا ترياضيات ومنطق وكلام من هذا هذا النوع من الفلسفة لا إشكال فيه واحد اثنين هناك فلسفة طبيعية ما كان يسمى الفلسفة طبيعية اليوم يسميه فيزياء الفلسفة الطبيعية تبحث في عناصر وتركيب الكون وأسباب تغيرها فهي غير مستنكرة يقول هذه أيضا ما عندنا مش مشكلة معها تشرح لنا كيف تدور الأفلاك وكيف تتحرك هذه الأجسام وكيف تسقط وكيف المياه إلى آخر ما عندنا مشكلة معها طيب عظيم يقول لكن ونأتي الآن إلى الفلسفة التي تهتم بالإلهيات آه أهنا يقول وفيها أكثر الأغاليط التي تصل إلى عشرين ومنها ثلاثة تستوجب التكفير أهنا يحيلنا إلى كتاب تهافق الفلاسفة الذي فيه صنف عشرين مسألة قال هذه أخطأ فيها الفلاسفة سبعة عشر منها هي بدعة لكن ليست بالضرورة كفر ولكنها بدعة وثلاثة منها هي كفر صريح يقول كذا الغزالي منها تعرفون كذا نمر عليها سريعا أولا قدم العالم كنا تحدثنا عنها في حلقة حي بن يقضان أن إذا من قال بأن العالم قديم أزلي يعني فهذا بالنسبة للغزالي هذا كفر ثانيا من قال بأن البعث بعث يوم القيامة لا يتم إلا بالأرواح وأن الأجساد لا تبعث هو البعث فقط روحي يقول هذا أيضا كفر ثالثا الفلاسفة الذين قالوا أن علم الله هو علم بالكليات وليس علم بالجزئيات هذا كفر صريح أيضا بنص القرآن طيب ثم يقول هناك جزء آخر من العلوم هي علوم سياسية يعني فعلوم فلسفة السياسية ما نسميه اليوم الفلسفة السياسية اللي هي مثلا أصول الحكم أنواع الحكم حقوق الناس حقوق الإنسان حقوق الحاكم إلى آخره يقول هذه أمور الدنيا لا حرج فيها طيب عظيم وأخيرا هناك جزء وهو الأخلاقيات يقول الأخلاقيات هذه التي جاء بها الفلاسفة وقالوا كذا وكذا أكثرها أخذ من الأنبياء والصوفية يقول هذه أصلا مش من الفلسفة ولا يحق لهم أن يعني ينسبوها لأنفسهم هذه أخذوها من الأنبياء والصوفية وفي الأخير يقول الجزء الأخير من هؤلاء من هذه المناهج المعرفية العلمية هي ما يتخذه الصوفية من منهج طيب ويسا يقول لنا أنه هو هذا المنهج الصح هو هذا الذي يوصلنا إلى اليقين كل الباقي هذا لا يقين فيه إطلاقا ثم يراجع مصادر المعرفة يقول طيب لما نعرف أشياء هكذا كيف نعرفها يقول هؤلاء الفلاسفة حتى الفلاسفة الطبيعيون الذين يعني ينظرون إلى الطبيعة أو يدرسون الطبيعة يقول هؤلاء يعتمدون على الحسيات يقول نقيسوا وننظروا ونرى ونسمعوا يقول هذه اللاثقة فيها يعطي أمثلة يقول مثلا أنت عندما تقف وتنظر إلى ظل الشخص أو ظل الشيء ويبدو لك أن الظل هذا ساكن ولكن هذا الظل ليس ساكن لأن الظل هذا هو من الشمس والشمس تتحرك على الأقل حركة ظاهرية الآن نعرف زمان كانوا يعتقدون من الشمس التي تتحرك والشمس تتحرك ولكنها تتحرك بضبط وبالتالي فالظل هذا يتحرك وأنت حسك يقول لك أن الظل هذا واقف ثانيا يقول عندما تنظر أنت إلى الشمس أو القمر تعتقد أنها صغيرة ويقول ولكن الفلكيون يثبتون لنا أن أحجام الشمس والقمر هي أحجام عملاقة آلاف الكيلومترات طبعا نعرف اليوم أن الشمس مليون ونصف مليون كيلومتر والقمر قطره حوالي 3500 كيلومتر فيقول نحن نبني أن ننظر إليها حسنا أعيننا قياساتنا توحي لنا كأنها صغيرة لذلك يقول الحس هذا لا ثقة فيه ولا يجب أن نبني عليه علما يقينا ثم يقول حتى العقل ويعتقد الفلاسفة أن لديهم براهين ومنطق وعقل واستدلال يقول هذا أيضا لا ثقة فيه لماذا؟ يقول عندما تنام أنت وتحلم بشيء هكذا وعقلك يريك بعض الأشياء تحدث وتعتقد أنها تحدث ولكن تصحو بعد ذلك وتنتبه أن كل ما رأيته وكل ما أوحى لك به عقلك غير صحيح لم يحدث إطلاقا وبتالي يقول ما يقوله لك عقلك هذا لا يجب أن تثق فيه دائما وبذلك يقول هذه البراهين التي أتى بها الفلاسفة خاصة في المساء التي لها علاقة بالإله هذه لا يجب أن نثق فيها ثم يأتي ويقول الآن ما علينا إلا أن نأخذ بالذوق وهي التجربة الروحية التجربة الصوفية لماذا؟ لأن التجربة الصوفية تعطيك اتصال مباشر يؤكد على كلمة مباشر مع الله وبالتالي فهو نور يقذفه الله في صدرك يقول هكذا أنا وصلت إلى اليقين قذف أو رامى الله أو كيف يقول ألقى الله بنور في صدري وهكذا وصلت إلى اليقين وعرفت أن هذا فعلا صحيح ويقيني لأنه جاءني من الله تعالى أما البراهين فيقول هي غير مباشرة وبالتالي هي أحيانا تصيب وأحيانا تخطئ أما حتى يأتي ويقول تحت البراهين ما يسميه المعرفة الإيمانية يعني ما وصل إلينا مثلا من أحاديث ومن أخبار الصحابة يقول هذه كلها أيضا يعني معرفة إيمانية ومستواها يعني من اليقين مستوى متدني يبقى مسألة أخيرة أريد ذكرها لكم وهي موقف الغزالي من العلوم ماذا يقول الغزالي في العلوم؟ نثق فيها نأخذ فيها نردها هذه العلوم كما قلت تأتي أيضا تحت مظلة الفلسفة فهو يركز مثلا عن الرياضيات وعلم الفلك التي كانت علوم قوية جدا في زمانه طبعا عند ذلك الوقت ما كان عندهم كيميا وأحياء وهذه العلوم كان عندهم أكثر شيء العلوم هي الرياضيات وعلم الفلك طيف ماذا يقول؟ يقول المشكلة في هذه العلوم وهي علوم قوية يقول أن الناس يغترون بها يقول الناس الذين لا يعرفون التفاصيل الأمور قد يعجبون بدقائقها وبراهينها فيحسن الشخص بسبب ذلك اعتقاده في الفلسفة فيقول هذه علوم قوية وبالتالي أولئك الفلسفة هدوا عمالقة عقول جبارة فيأخذ منهم أشياء لا يجب أن يأخذها منهم وذلك لأنه انبهر فقط بما أتوه في العلوم الرياضية وعلم الفلك ولكن يقول في المقابل قد يأتيك شخص وهو صديق للإسلام جاهل يقول هكذا يسميه صديق للإسلام جاهل يريد أن يدافع عن الإسلام فظن أن الدين ينبغي أن ينصر بإنكار كل علم منسوب إليهم فأنكر جميع علومهم وادعى جهله فيها يقول هذا الجماعة لا يثق فيه يقول لك نظريات هذه نظرية هذا الجماعة يقولون لا هذه نظريات لسنا مجبرين أن نأخذها منهم فيقول فيأتي الذين يعرفون هذه الأشياء جيدا ويعتقدون أن مدام هؤلاء أصحاب الإسلام يردون هذه العلوم معناها الإسلام هذا ضعيف وسيء وخاطئ لأنه يرد كيف ترد أشياء هي في منتهى الدقة وفي منتهى أعلى الحقائق التي نصل إليها فيستخلص في الأخير ويقول وليس في الشرع تعرض لهذه العلوم بالنفي والإثبات لا يجب لشرع أن يتعرض لهذه علوم لا يقول لا أنا أحكم عليها بالصحة ولا بالخطأ أنت مش مشكلتك ولا في هذه العلوم تعرض للأمور الدينية هذه العلوم أيضا لا يجب أن تأتي للدين وتقول لا يجب لك أن تؤمن بكذا أو تسلك سلوك كذا إلى آخرين المهم أنا أردت أن أعرض عليكم هذا الكتاب باختصار شديد وكما قلت لكم هو كتاب صغير وكتاب يلخص كل أفكار الغزالي وكل حياته بل كتبه في آخر حياته فتفهم بالضبط ماذا كان يعتقد الغزالي في الأخير بل كيف وصل إلى هذا اليقين الصوفي الذي قال به شكرا لكم على المتابعة السلام عليكم السلام عليكم